كل سنة وحضراتكم طيبين بممناسبة المولد النبوي الشريف يا رب يا رب عام سعيد عليكم وعلى كل الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله يوم حلو نصه حلو نص التاني ما كانش حلو قوي نص الأول الأهلي بسلسية نظيفة أمام جرمه يبيكسب ولمصر للأسف بيخسر أيضا في زهاب الكونفدرالية دول 32 الأهلي نبدأ بيه والأهلي النهاردة عمل مباراة حلوة قوي خارج الأرض ولما بقولك حلوة قوي فأصد بيها مش بس النتيجة اللي هي سلسية نظيفة خارج الأرض بس انت بتلعب في كينيا أجواء حرة جدا نقص أكسجين زي ما سفير مصر في ليبيا مبارح تتكلم معنا بتتكلم فيه استاد ممتلئ عن آخره الوضع ما كانش يعني أصعب حاجة على مستوى الأجواء ولكن على مستوى الأداء وعلى مستوى التشكيلتين فطبيعة الحال وحش الكارة الأفريقية النادي الأهلي لما ينزل يلعب مباراة في أي حتة يا جماعة مرعب الأهلي عادة مرعب على مدار سنوات طويلة بس النسخة الحالية من النادي الأهلي حقيقة مرعبة جدا لأي منافس لأي منافس النهاردة تقلق جدا بيرسي تاو بيرسي تاو عمل بري أسست في الهدف الأول لرامر ربيعة في الديئة 14 سجل الهدف التاني بعدها مباشرة في الديئة 15 وفي الديئة 74 سجل الهدف التالت ليه بدأت بيرسي تاو وحكاية بيرسي تاو هل عشان عايز أشيد بيرسي تاو بيرسي تاو من سنتين بس كان أفضل لعب داخل القارة الأفريقية لعب كبير لعب مهم لعب مؤثر لعب فنياته كبيرة أدوار الهجومية رائعة أدوار الدفاعية معقولة كل حاجة حلوة في بيرسي تاو